قناة طيور تيفي قناة المربي بامتياز من أجلكم ننجز التقارير نجري اللقاءات ونقدم دروسا في التربية سعيد بلقائكم مرة أخرى متابعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقة قناة طيور تيفي كثيرة هي الأسئلة التي تصلنا من متابعين الكرام حول الفش الأحمر أو فش الليل أو العث لذلك قررنا في هذه الحلقة أن نتطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل فالفش الأحمر أو فش الليل هو إحدى الطفيليات الخارجية التي تسهدف الطيور للعيش هو نوع من عدة أنواع مختلفة من الفش هذا النوع بالتحديد شائع جدا في جميع مزارع الطيور بمختلف أنواعها ويعتبر مصدرا للقلق للمربي وطيوره على حد سواء يختبئ الفش في أي مكان مظلم أثناء النهار ويظهر فقط أثناء الليل ليتغدى على دماء الطيور جحره المفضل هو العش لأنه ذافئ ومظلم وقارب من الضحية يختبئ أيضا تحت أرضية القفص المغطات بقطعة من الورق أو في أطراف عصي القفص يحتوي فما وعلى أجزاء مسننة يستخدمها لامتصاص الدماء من خلال الجلد لونه رمادي ويتحول إلى الأحمر عندما ينتهي من امتصاص دماء ضحيته لا يثكتر على جسم ضحيته بل في جحره عكس فشريش بيوض الفاش تحتاج من 48 إلى 72 ساعة فقط حتى تفقص في الأجواء الدافئة يستطيع أن يكمل دورة حياة كاملة خلال أسبوع أو أقل يستطيع الفاش العيش لفترة طويلة بدون طعام قد تتخطى 8 أشهر ويستطيع العيش في الأجواء القارصة لكن يتوقف عن التكاثر في الظروف البيئية الباردة يعتمد الضرر الذي يسبب الفاش على كميته وانتشاره في مكان التربية فهو يسبب فقر الدم ونقل الأمراض مثل السلامونيلا وجدري الدجاج وفيروس أنيو كاسل يسبب في قلة النوم أثناء الليل وبذلك قطرة النوم وقلة الأكل أثناء النار مما يؤدي إلى خسارة وزن الطائر التوثر والإزعاج والمضايقة وضمار الريش هجر الأنت عشها بيوضها وفراخها ضعف في نمو فراخ الطيور أو موتها انخفاض في إنتاج البيض ثم موت الطيور في الحالة الشديدة والمزمنة من طرق رصد الفاش الأحمر هو زيارة مكان التربية أثناء الليل وإمسك الطائر باليد لفحص الريش تسهل رؤية الفاش على ريش الطائر وفي بعض الأحيان يجري على يد المعاين إن لم يتم رصده ينصح بترك قطعة مثنية أو مطوية من القمش الأبيض على أرضية القفص أو أرضية المزرعة وفحصها في اليوم التالي أثناء النار بسبب سرعة تكاثر الفاش خاصة في فصل الصيف يصعب التخلص منه خاصة عندما يتكاثر بشكل انفجاري في هذه الحالات أفضل خيار هو هجر مكان التربية ونقل الطيور إلى مكان جديد وبعيد إن كان هذا الخيار غير متاح أو إن كان مكان التربية الجديد قريب من المكان القديم يجب اتخاذ مجموعة من الخطوات أهمها وضع جميع الطيور في مكان إقامة مؤقت ومن الضروري ترك جميع أقفاصها ومستلزمتها وحتى قطع الأتة الموجودة داخل مكان التربية ثم إغلاق جميع الثقوب في المكان وغسل جميع الأثاث والأقفاص والمعدات بالماء المغلي لقتل الفاش الموجود عليها أو الذي يختبئ في ثقوبها رش محلو المخصص لقتل الفاش في جميع أرجاء المكان ولا تترك شبرا واحدا هذه الخطوات سوف تقتل الفاش الموجود ولكن بيوضه قد تسلم من عملية التعقيم وتفقص مرة أخرى لذلك من الضروري تكرار هذه الخطوات مجددا مرة أخرى بعد خمسة أيام والأفضل مرة ثالثة بعد سبعة أيام قبل إرجع الطيور لمسكنها يجب تهوية المكان للتخلص من الروائح الكميائية والرطوبة ورجمع الطيور ببودرة مضادة للطفيلية الخارجية مخصصة للطيور عدم إدخال قفاص مستعمل إلى المزرعة قبل شطفها بالماء الساخن وعدم إدخال طائر جديد قبل عزله بمفرده ومعالجته بمواد مضادة للفاش قبل أن تضع الأنت البيض يجب إزالة العش ومسح أسفله بمسحوق مضاد للفاش ووضع كمية من المسحوق بمقدار نصف ملعقة صغيرة داخله ومحاولة غلغلة المسحوق ليصل داخل أنسجة العش وفرق وتوزيع المسحوق بشكل متساوي في وسطه وعلى أطرافه مع التنبيه أنه لا تعالج الأبوين بمضادة الفاش أثناء حضانات الفرخ الطيور حساسة جدا للمواد والروائح الكيميائية لذلك انتبه جيدا أخي المربي أختي المربية في استعمال أي من هذه المواد ولابد من اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة المرجوة شكرا على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا دمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر